موسيقى عادت الحياة لبعض مؤسسات الدولة في عدن فهل تكون العودة دافعاً لتفعيل بقية مؤسساتها هناك؟ وماذا عن بقية أعضاء الحكومة؟ هل سيعودون إلى عدن العاصمة الموقتة يا ترى؟ موسيقى أهلاً بكم رغم الخلافات والشكوك الكثيرة التي تحيط بتنفيذ بنود اتفاق الرياض ومحاولة تجييره إلا أن عودة الحكومة أنعاشت الأمال ببناء البلاد وإخراجها من حالة الشلل التي عاشتها الفترة الماضية يقول يمنيون إن لم يكن لنا من الأمر إلا خروج الإمارات لكتفينا به لكن في الحقيقة يبحث المواطن عما هو أبعد من ذلك خصوصاً أن التواجد السعودي متام هو الآخر بتجري مناطق أخرى لصالح أطماعه وأهدافه التي تتعارض مع مصالح اليمنيين يقول كثيرون لكن عودة مؤسسات الدولة ببعض المظاهر كإعادة افتتاح مطار الريان بعد توقف دام خمسة نوات وإصدار جوازات السفر في عدن بعد انقطاع دام أكثر من عام ذلك يرفع مستوى الأمال بإعادة تفعيل بقية مؤسسات الدولة كالموانئ والمطارات وغيرها من المؤسسات الخدمية أي لعودة عدن عاصمة البلاد المؤقتة كما يراد لها عاصمة لكل اليمنيين منذ وضع رئيس الحكومة قدمه على أرض عدن برفقة عدد من وزرائه والأنظار كلها مصوبة نحو ما ستسفر عنه هذه العودة اليمنيون الذين طالما حلموا باستعادة دولة تقاسمتها الميليشيات وعطلت مؤسساتها تلقوا خبر استئناف إصدار جوازات السفر في عدن بعد انقطاع دام أكثر من عام بتفاؤل كبير خطوة سبقها إعلان الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بحضر موت جنوب شرقي البلاد بعد توقف دام خمس سنوات استئناف عمل بعض مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية يراها المواطنون فاتحة لتحسن الأوضاع هناك إن رفعت الإمارات يدها كلياً عملت الإمارات طيلة أربع سنوات على تقويض مؤسسات الدولة وإعاقة عملية تفعيلها وشنت حملات شرسة سواء عبر إعلامها أو عبر أدواتها المسلحة ضد الحكومة وحالت دون عودة وزرائها إلى العمل من العاصمة المؤقتة عدن تبدو هذه البوادر محفوفة بالكثير من المخاطر فالميليشيا الممولة من أبو ضبي والتي خاضت حرباً انتهت بخروج الحكومة من عدن لا تزال تسيطر على أغلب المؤسسات وعلى المدينة بشكل عام وهو ما يجعل أي تحسن في الأوضاع هناك قابلاً للتلاشي في أي لحظة خصوصاً وأن دائرة العنف والفوضى لم تنتهي بعد رغم هذا التحسن إلا أنه من الواضح أن عراقيل كثيرة لا تزال تحيط باتفاق الرياض وسبل تطبيقه وأن عودة رئيس الحكومة وحدها لا تكفي لإنجاحه أو لإثبات حسن النواية فمصداقية التنفيذ لا تزال مرهونة بتطبيق جميع بنود الاتفاق بما في ذلك تفعيل كافة مؤسسات الدولة ومنها المطارات والموانئ وإنهاء كافة المظاهر التي بقيت تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن والمحافظات الجنوبية أجدد أترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل اليمني كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في السوديو الإعلامي الأستاذ صلاح بابقي أهلا بك سيد صلاح مرحبا أهلا وسهلا هياكم الله إذن دعنا نبدأ من مستجدات الأوضاع افتتاح مطار الريان بعد خمس سنوات من إغلاقه كذلك بعض المؤسسات الحكومية الخدمية عادت إلى العمل في عدن برأيك هل بات الجو مناسبا لأن تعود مؤسسات الدولة بشكل كامل من هناك وتفعل بشكل أكبر نتحدث عن تفعيل كامل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد وجيه ولي جمهور قناة بلقيس الكرام طبعا هو اتفاق الرياض واختبار للرياض يعني هو يعني ما يجري الآن في اليمن محاولة لتطبيع الأوضاع خاصة بعد المشكلة التي صنعتها الميليشيات التي خلقتها الإمارات في اليمن وجهد الاتفاق لمعالجة هذا الأمر وهو اختبار من جهة أنه هل سوف تستطيع الرياض فعلا أن تضمن تحقيق بنود هذا الاتفاق وضمان سلامة الإجراءات كاملة وكذلك ضمان عمل الحكومة مؤسسة بكاملها يعني هذا هنا الاختبار لكل ذلك لذلك حتى الآن هناك تأخر في بعض البنود تنفيذها حتى وصول الحكومة كام متأخر لكن يبدو أن العجلة تدور هل تقصد مسألة تعيين المحافظين أم مسألة المسألة الأمنية والعسكرية؟ لا أنا أقصد البند الأول عودة رئيس الحكومة تأخر في تحقيقه أكثر من أسبوع تقريبا ثم وصل رئيس الحكومة معه بعض الوزراء والآن نحن ننتظر البنود الأخرى قضية تعيين المحافظ وتقضية أيضا جمع السلاح وكذا هذه هي البنود الإشكالية التي سوف تجعلنا أمام اختبار حقيقي وإن كان فيما يبدو لنا أن العناصر الانتقالي التي أجريت معها هذه الاتفاقية يبدو أنها لا تتعامل بإيجابية أنا أرى مع هذا الاتفاق وتحاول إثارة مشكلات وربما هذا عائد إلى كينونة هذه الميليشيات التي لا يمكن أن تستجيب للاتفاقات السياسية هي مجموعة من عناصر مسلحة تم جمعها فقط لغرض الفوضى لا لغرض إقامة مؤسسة أمنية فعلا طيب رأيك هل هذه الحوادث هي ناتجة عن عدم رغبة المجلس الانتقالي بشكل عام على الالتزام بهذا الاتفاق أم أنها مسألة عدم القدرة على ضبط ميليشياته؟ هو القراءة الأولى لاتفاق الرياض أنه كان خسارة للطرفين للشرعية وللانتقالي أن الانتقالي كان هدف الأول تقسيم اليمن بشكل كامل والقيام بما يسمونه دولة جنوبية الاتفاق أنهى هذا الأمر بشكل مؤقت كما يرى الانتقاليون وبشكل كامل كما ترى السلطة الشرعية لذلك هم يتعاملون الآن مع هذا التوقف لحلمهم كهدنة ويثيرون لأجلها المشكلات اليوم مثلا نصبت خيام أمام مقر قصر المعاشيق في عدن في محاولة للحديث عن مظاهرات ورغم أن العمل لم يبدأ بعد ولكن بدأوا في هذه الاشكاليات التي دائما ما نعرف أنها مفتعلة وليست عفوية دعنا نشك في هذه النقاط سيد بابقي الناشط والمحامي سيد وحيد سلام معنا عبدالأقمر صناعي من عدن ورحب بك إذن سيد سلام فيما يتعلق بالأوضاع هناك في عدن أنتم كأبناء هذه المدينة هل شهدتم تحسنا في الخدمات بعد عودة الحكومة الجزئية والسناف العمل أيضا في بعض المؤسسات الخدمية هناك في البداية أود شكر قناة بلقيس على هذه الاتضافة أهلا وسلم وأوجه برضو التحية للأخ الوديع والضيف الكريم أهلا بك والمشاهدين قناة بلقيس فيما يخص أودة الحكومة إلى عدن من المبكر جدا أن نتحدث عن تحسن ملموس أو ملحوظ في الخدمات لأنه يبدو أن الأخوة الفرقاء بالأمس والمفترض أن يكونوا فريق عمل اليوم شركاء الحكومة حكومة الدكتور رئيس الوزراء وقيادة المجلس الانتقالي هؤلاء الفرقاء بالأمس فريق عمل اليوم يبدو أنهم لم يحزموا أمرهم في عكس اتفاق الرياض وبنوده وما تم التوافق عليه برعاية المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية كذلك الذي حضرت هذا الاتفاق يبدو أنهم لم يحزموا أمرهم بعد ولذلك لم نرى أي تحسن ملموس حتى الآن والحكومة لم تعد بكامل طاقمها للعمل ويبدو أنها مرحلة قس نبض من قبل الفريقين الذي كنا نتمنى ونأمل ونحن أبناء هذا المجتمع نراقب أداء وعمل هذا الفريق الشريك الانتقالي وحكومة الشرعية كنا نأمل أن تحسن هذه الأمور بشكل مبكر وتعود للحكومة بكامل طاقمها خصوصا وأنه قد تم التوافق على كل هذه التفاصيل في اتفاق الرياض لكن أنا أود أن أتحدث اليوم باسم هذا المجتمع باسم المجتمع المدني في عدن ولا يعني أنني ستحدث عن عدن فقط ولكني أتحدث عن كل مناطق اليمن من أقصاها إلى أقصاها ولكن إن لم تنقح إن لم ينقح هذا الفريق هذا الشريك في إيصال الخدمات وإيقاد الأمن وإيقاد ما يطمح إليه هذا المجتمع في عدن فهو لن ينقح في غيرها من المناطق ولذلك سأتحدث عن عدن وأقول للشركاء اليوم شركاء السلطة الانتقالي وحكومة الشرعية السلطة ملك هذا المجتمع وملك هذا الشعب والشرعية هي ملك هذا الشعب وملك هذا المجتمع أنتم مقرد فرقاء سياسيين تعملون على تطبيق وتنفيذ إرادة هذا الشعب ولذلك إرادتكم لا تأخذ الشرعية ولا تأخذ المشروعية إلا إذا انحرفت عن إرادة هذا المجتمع الحكومة الشرعية وما تجمعه داخلها من فرقاء سياسيين والانتقالي كمكون سياسي قنوبي اجتمعوا اليوم كفريق عمل واحد وهذا هو المفترض لكي يقوموا أولا تصفية القوة المتوترة والعلاقة المتوترة ما بينهم كشركاء سياسيين العمل على إيقادة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة المؤسسات التي نفاقى أنها بعضها لا تملك هياك الإدارية أو وظيفية ونفاقى بأن هناك وزارة مكونة من وزير أو يتبعه وكيل ومدير عام ولكن دون طاقم إداري واسمها وزارة المفترض أنها تعمل كمؤسسة عمل مؤسسي الأمر الآخر الأمر الآخر هذه المؤسسات هي ملك الشعب وتنفذ إرادة الشعب وإذا حصل هناك أي مباحكات سياسية أو اختلافات بوقات النظر والرؤى بين الفرقاء السياسيين والشركاء في تنفيذ إرادة الشعب فلا يحق لهؤلاء الشركاء أن يبتزوا المجتمع أو يعاقب أحدهم الآخر بهذه المؤسسات ما حصل في إيقاف صرف القوازات والبطائق الشخصية على مدى شهور منذ الأزمة الأخيرة في أغسطس 2019 عمل غير مسؤول عمل لا ينم عن مستوى وعي ومستوى مسؤولية واحترام لهذا المجتمع وهذا الشعب مصلحة للقوازات هي ملك هذا الشعب وتعمل كمؤسسة خدمية ليعطاه هذا الشعب حقه في حصول على القواز والبطاقة الشخصية وغيرها فعندما تأتي الأوامر بإيقاف العمل كون أحد الفرقاء السياسيين اختلف مع فريق آخر أين كان الخلاف؟ لن ندخل في تفاصيل الخلاف الذي مر هي الآن المفترض أنها عادت للعمل سيد سلام هي الآن المفترض أنها عادت للعمل لكن دعني في هذه النقطة نعم دعني في هذه النقطة أشرك معنا في الحوار أنا أريد أنا أريد وقبل العودة اسمح لي أنا ما أقصده سأعود إلى هذه النقطة سأعود إليك سيد سلام سأعطيك المجال بكل تأكيد وقبل العودة إليك سيد ببقي أرحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف من برلين دكتور علي العبس المحلل السياسي أرحب بك دكتور إذن فيما يتعلق بعودة رئيس الوزراء وبعض طاقم الحكومة وتفعيل بعض المؤسسات الخرمية هناك إلى أي درجة أنت متفائل فيما يتعلق بتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة وعودة لها كعاصمة لكل اليمنيين بتفعيل كافة مؤسسات الدولة هناك للأسر الشديد أننا نرى متفائلا على الإطلاق هذه هناك خطوات تجري على الأرض ونتمنى أن تنجح وتمنى أن يحالف التوفيق كل أطراف النزاع في تحقيق تقدم في تفيد التفاقية ولكن دعنا نرى صورة من منظور آخر جميع أطراف التفاقية تفاقية الرياض لديها هداث مختلفة عن ما علنت عليه عن ما جاء في بنود التفاقية المجلس الانتقال الجنوبي نحن نعلم وندرك تماما أن هذه هداث مختلفة تماما عن ما ورد عن تفاقية الرياض وهو يعتبرها مرحلة مرحلة انتقالية أو نوع من التدكيك للوصول إلى الهدف الرئيسي الذي يسعي له وهو استعادة دولة الجنوب وليس حتى دولة الجنوب ولكن استعادة المشروع السعمار البريطاني في مشروع الجنوب العربي وهو لذلك وهو لا يخفي ذلك أبدا ويبرر لذلك لأنصاره أن هذه مرحلة انتقالية ونحن مضطرين وهذه مرحلة حتى نصل إلى الهدف ورأينا كيف تعاملوا في مسألة العلم ونوخة أحمر وكيف عرقوا الأشياء أخرى وكيف هناك حديث وكيف هناك حملات إعلامية ومحاولة عرقلة وكل ذلك وبالتالي هذا الطرف لديه هدف مختلفة تماما عن ما ورد في بنود التفاقية أيضا حكومة الشرعية اليمنية وقعت التفاقية الرياض وهي مضطرة تحت الضغوط السعودية ندرك تماما أن هناك أطراف الحكومة الشرعية أعلنت تماما بكل وضوح عن موافقتها عن مكافأة الطرف الإنقلابية الطرف الذي استهدف الحكومة الشرعية وطردها من عدن الطرف الذي يعمل بتحت الأعباء الإماراتية وتحت العمالة لأننا نقول أكثر سراحة لإمارات العربية والمتحدة ويعمل كواكيل لها في اليمن وبالتالي جميع الأطراف دخلت التفاقية الرياض لأهدف أخرى غير ما أعلمنا عنه الكل هناك نوع من التربص الكل هناك يراهن على قدرته على الحصول على مكاسب أخرى غير ما وردت في التفاقية الرياض المجلس الانتقالي يراهن على شيء معين يراهن على اعتراف دولي يراهن على أن يحصل على اعتراف ما به كمكون سياسي يستطيع أن يكسب شرعية معينة وأن يتحدث باسم الجنوب أمام المحافلة الدولية وهو استطاع فعلا أن يحقق ذلك بذرعي ما الحكومة الشرعية الإيمانية لم تجد أمامها من طريق آخر غير الرضوخ للضغوط السعودية والقبول بالمجلس الانتقالي والدخول في هذه التفاقية رغم أنها تماما بالضد أنها تماما بالضد من صلاحيتها وضد أيضا من حتى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخارجية وقرار المجلس الأمن أصبحت الحكومة اليمنية الآن هي حكومة منقصة الشرعية وتخضع في الأخير القرار النهائي ليس قرار الحكومة ولكنه قرار الرائع السعودي للاتفاقية وبالتالي أعتقد أن تنفيذ الاتفاقية مسألة نسبية تماما قد يحدث تقدم هناك لكن الأهداف الرئيسية للاتفاقية أعتقد أنها لن نصل لها الكل يتآمر على الكل الكل الذي أهدف مختلفة تماما عن ما أعلن عنه وبالتالي أعتقد أن الاتفاقية لن تصمد كثيرا دعنا نعطيها ستة أشهر وأعتقد بعد ذلك ستنفجر اختلافات نقيا ستة أشهر ستنفجر اتفاقية مع أسكرين أو سياسيين تفضل بالبقاء معي دكتور العبسي أعود إليك سيد بابقي يعني فيما يتعلق بأن هناك الآن تواجد يعني تحدث سيد سلام عن لماذا باتت مؤسسات أو لماذا كانت مؤسسات الدولة محل صراع أو استخدمت كورقة بداخل الصراع ما بين الفرقاء السياسيين هل ترى أنه مثل ما هذا ما حدث كان منطقيا في سياق الوضع والمخاوف الأمنية هناك أم أن هناك حاجة بالفعل لتحييد هذه المؤسسات بشكل أكبر ويعادة المؤسسات لخدمة الناس بعيدا عن الصراع السياسيين نعم هو حيانا لأستاذ وحيد فله التحية بمثلها ولكن يعني في الحقيقة ما ذكره يعني لنا بعض التحفظات بشأنه لأنه يعني أنت تحدث عن تمرد على الدولة تمرد لا يمكن من خلالها أن تتعاطى مؤسسات الدولة كلها معه يعني هناك تمرد وهناك طرد لرئيس نائب رئيس الحكومة وزير داخلية وكذا فهذه الأناصر المسلحة التي قامت بهذا التمرد لا يمكن أن تعطى لها حقية حماية هذه المؤسسات الأمنية ماذا يعني يضمن أن تكون هذه المؤسسات فعلا تقوم بعملها ولا يتم إصدار جوازات بطريقة غير شرعية ونحو ذلك هذا الأمر حصل حتى مع الحوثيين وهو حصل مع عدل لأنه الأمر واحد التمرد واحد على السلطة الشرعية لا بد من معالجة الأمر مع الحكومة الشرعية وضمان سيادتها على هذه المؤسسات ثم ستعود مؤسسات الدولة إذن من في الحقيقة عطى المصالح المواطنين هي هذه الميليشيات وليس الحكومة يعني الحكومة تتعامل بطريقة جدا منطقية يعني إذا أنا طردت من منطقة كيف أقدم لها الخدمات من طرد الحكوم عليه هو أن يقدم الخدمات للناس بشكل عام لكن هذه الميليشيات صنعت المشكلة ثم هي تريد أن يستمر الوضع كما هو عليه وهذا يعني قمة التناقض الكبير فيما جرى في عدن يعني لذلك يعني الآن هذا الاتفاق يحاول معالجة الوضع والارتباك الذي فعلته هذه الميليشيات الدكتور علي غير متفائل هل أنت متفائل فيما يتعلق في اتفاق؟ أنا قلت هو اختبار يعني من داخلي وداخل جميع اليمنيين حقيقة لا يوجد تفاول لأنه هناك مشروع صرفت عليه ملايين هناك أسلحة هناك قصف للجيش الوطني وصل إلى هذه الدرجة يعني هذا المشروع فكيف به سوف ينتهي في يوم وليلة باتفاق الرياض لكن حقيقة هو اختبار للرياض هل تستطيع أن تؤدي دورها فعلا وتضغط من أجل أن تنفذ هذا الاتفاق لأنه ضياع هذا الاتفاق والفوضى أن تعم اليمن سوف يرتد عليها في الداخل هنا الاختبار الحقيقي للرياض ولقدرتها على ضمان أدائها ودورها في اليمن هذه المسألة المسألة التسليم من أبوظبي إلى الرياض سنعود إليها وسننقشها مع الدكتور العبس لكن قبل ذلك تعني أنتقل إلى نقطة أو أعود إلى نقطة تحدث بها السيد سلام وأعود بها معه تحدث عن نقطة سيد سلام وأريد أيضا منك تحدث بما يريده الشارع هناك في عدن المجتمع المدني كما تحب أن تسميه ما الذي يطلبه الآن بعد هذا الاتفاق هل هو متفائل إلى أي مدى ما هي الاحتياجات الحالية الآنية الأولوية بالنسبة له هناك في عدن المجتمع في اليمن قاطبة وفي عدن خاصة التي أتحدث عنها كنموذج إن لم تنقح ينقح فيها الشركاء فلن ينقح في أي مكان آخر يطالبون بالحد الأدنى من الحياة الحق في الحياة الحق في الأمن الحق في الخدمات ويرسلوا الرسالة لشركاء اليوم مثل ما قلت سابقا أن السلطة والشرعية هي ملك الشعب والمؤسسات الدولة هي ملك هذا الشعب هو من يمنح السلطة والشرعية لفريق عمل أو فريق إدارة لتسيير أمور هذه المؤسسات ولا ينبغي عندما تختلف هذه المكونات الإدارية أو السياسية أن يبتز بهذه المؤسسات أحدهما الآخر مؤسسات الدولة المفترض بها أن تعمل في كل الظروف لا يحق لطرف من الأطراف أن يعطل مؤسسات الدولة التي هي ملك الشعب وقامت وأسست لخدمته ومن أموال دافعية الضرائب من أموال هذا الشعب هذا الشعب وهذا المجتمع هو من يدفع الضرائب ومن يدفع رواتب هؤلاء الوزراء وهؤلاء العسكريين في الداخلية وفي غيرها من ضرائب هذا الشعب يدفع هذا الشعب ولا ينبغي ابتزازه بمؤسساته ومن يقول غير ذلك فالشاهد حصارات الحروب في كل مكان منذ الحرب العالمية الأولى والثانية لم تعطل المؤسسات وحافظت الأطراف رغم صراعها حافظت على المؤسسات لأنها تقدم هذا المجتمع الأمر الآخر الذي أريد أن أن أكده أن المجتمع يراقب اليوم يراقب الفريقين والمفترض مثل ما قلنا أن يكونوا فريق واحد اليوم الانتقالي وحكومة الدكتور معين يراقبهم ماذا سيعملون فيما يطلبه ويرقو هذا المجتمع والمفترض من هذا الفريق اليوم والشريك أن يعمل بعقلية تكنقراط رغم أن مكون الحكومة فيه مجموعة من المكونات السياسية والمجلس الانتقالي يعد كذلك مكون سياسي قنوبي أنا أرقو أنا أرقو من الجميع أن نترفع عن التحسسات حدث ما حدث وتقاتلت الناس على وقهات نظر كل من يريد أن يفرض وقهات نظره بقوة السلاح وانظروا ماذا كانت النتيجة طالما قربنا هذا الأسلوب إذن فحكومة الدكتور معينا اليوم وشريكها الانتقالي المفترض أن يكونوا التكنقراط يعملون كحكومة تصريف أعمال بحسب القدول الزمني والآلية التي وضعتها اتفاقية الرياض إلى أن تعين الحكومة أو يمدد لهذه وتقدد لها الثقة يعني وفريق التكنقراط المفترض أن لا يشغل ولا يخوض بمشاريعه السياسية طيب هذا فيما يتعلق بالداخل هذا ما يتعلق في الداخل قد نتطرق بشكل أكبر له لكن دعني فيما يتعلق بالأمر لأنه له أبعاد خارجية مسألة حلال قوات بدل قوات سأسأل هنا الدكتور علي العبسي من برلين دكتور علي فيما يتعلق بأن الآن باتت السعودية هي على الأقل مشرفة أو مسيطرة كما يود الكثيرون القول على عدن أو هذه المحافظات بعد رحيل الإمارات المعلن هل تتوقع أن الوضع سيختلف خاصة بأن هناك كانت اتهامات كثيرة بأن الإمارات هي من كانت تعرقل وتوقف وتعطل ميناء الموانئ وتشغيل المطارات وإلى آخره ونحن نفسنا هل انسحبت فعلاً دولة الإمارات من اليمن هل انسحبت فعلاً هل هذا صحيح ما أعلنت عن انسحاب لا أعتقد ذلك الإمارات ما زالت تمارس نفوذها على الساحة اليمنية من خلال وكلاها المحلين من خلال القوات التي مولتها وبنتها وما زالت حتى اللحظة تتفع رواطبها المجلس الانتقالي والميليشيات الحزام الأمني والنقاب المختلفة ما زالت الإمارات تتفع رواطبها وبالتاليها موجودة وما تزال مسيطرة نعم قد يحصل هناك نوع من التخصيف القيود الغير معقولة كانت غير منطقية مطار ريان وغلي قد بدون أي سبب يذكر بينها عدن تم عرقلة بدون أي سبب يذكر غير التعنث والنوع من العنجهية ونوع من فرض الرأي ونوع من الاستعراض القوة من قبل الإمارات الآن السعودين بما هم أكثر تعقل السعودين هم أكثر هدوءاً وتعاملاً وليس لدى مصالح مباشرة مثل الإمارات أو نوع من الحكم على الحكومة الشرعية اليمنية مثل مكان تدوى الإمارات تواجه به سلطة الرئيس هادي لكن ذلك لا يغير شيئاً في المسألة المسألة من هو المسيطة على الأرض من هو الآمر الناهي فعلاً على عواقع الأرض اليمنية ليست الحكومة الشرعية اليمنية وليس حتى المجلس الانتقال الجنوبي هي السعودية والإمارات أيضاً الطرفان هؤلاء تبادل أدوارد من هنا وهناك الإمارات مجلسة من الحال دكتور العبس فيما يتعلق بالاتفاقية في الملاحق الأمنية والعسكرية هناك حديث عن توحيد وإعادة دمج هذه القوات بشكل رسمي ووضعها في التراتبية الهيكلية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية هل سيحل ذلك هذه الإشكالية فيما يتعلق بالنفوذ أو السيطرة عليها من قبل دولة أخرى الإشكال الآن دعنا نرى هناك 90 ألف جندي مع من ستضمهم هناك سنة ألف سنة ألف هناك 69 ألف جندي وهناك أيضا ليس مجرد جندي فقط هناك ضباط عندما ستضم هذه القوات بمجملها إلى الجيش اليمني ستضمها أيضا لقادات العسكري بمعنى هذه القادة العسكري سيتولون أيضا مهام قيادية في القوات المشتركة أو القوات الموحدة وبالتالي هؤلاء أيضا سيستمر ولائهم أنت لا تتضم فقط أفراد ثم كيف ستتضمها علي أي أساس ستتضمها هل أساس الأسماء الأبجادية عليها أساس على أساس الانتمام مناطقي هناك تساؤلات كثيرة حول المسألة حول هذه الخطوة لا توجد آلية واضحة لا توجد آلية واضحة ومحددة يستطيع أن نكون إليها ما زلنا نعتمد فقط على حسن نوايا الطرف السعوري وكيف سنفل ذلك لكن على أرض الواقع هناك 90 ألف جندي مع من ستضمهم أولا المنطقة العسكرية الجنوبية التي تضم أيضا أنا أعتقد أن محافظة طاعد وإلى لاحب وأبيان والظالع ومحافظة عدن هذه تضم قوات كبيرة لكن الجزء الأكبر منها هي قوات المجلس الانتقالي بمعنى أنها ستكون لديها التحكم في هذه المنطقة العسكرية كيف سيمكن أن تتقلعهم هل سيتم تجاهلهم في المناطب العسكرية القيادية لا أعتقد أنهم سيكون ذلك هذه المسألة المسألة أخطر من ذلك أنت ستتسلم جزء من الجيش اليمني جزء من أصفات كيامنية إلى قوات إلى ميليشيات هي كانت تناصب العداء إلى فترة الإمارة الانتحادي إلى مشروع الإمارة الانتحادي إلى سطرة الرئيس هادي وهذه القوات والقادة وهذه القوات ما زروا يستبطون مع الإمارات العربية المتحدة كل مجلس القادة المجلس الانتقالي متواجدين الآن في هذه اللحظات في دوات الإمارة العربية المتحدة عوائلهم موجودة في دوات الإمارة العربية المتحدة رواتبهم تدفعهم دولة الإمارة العربية المتحدة ماذا سيتغير عندما ينضمون إلى الجيش اليمن الكامل بهذا المعنى لان يتغير شيء غير أن السيطرة ستزداد وتصبح أكثر شرائية أي تصرف على أرض الواقع ستصبح له شرائية بمعنى أن الجيش هم من يتصرف ذلك هم من يقوم بهذه الخطوات وليست ميليشيات ليست لها أي شرائية المسألة أكثر خطورة نحن لا نتحدث عن عدد قليل من القوات هناك تساولات كثيرة تساقص الرياض هي عبارة عن خطوط عامة فقط وأمنيات أكثر منها خطوات عملية هناك أمنيات سيتم ضمن الجيش ضمن الجيش في مؤكسة الجيش اليمني نحن حتى لايش لدينا جيش موحد نحن حتى هذه اللحظة لا يمكنك أن تتحدث مثلا عن القوات الموجودة في محافظة تعز بأنها ضمنها هيكريات الجيش اليمني حتى من مقدشة وزيرة الأمني ذكر مرة أن تعز قطعة منفصل خارج المتقل الجيش اليمني القوات الموجودة في مأربة أيضا لديها قياسة الخاصة وليها تراتبية العسكرية الخاصة القوات الموجودة في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون لديها أيضا تراتبية العسكرية الخاصة القوات الموجودة في حضر موت الساحل لمنطقة العسكرية الثانية أيضا لديها تراتبية العسكرية المختلفة هناك عمل كبير جدا ينتظر ولا يمكن أن يكون بهذه السهولة هناك ألغام كبيرة أمام تنفيذ التساقية الرياض لا أعتقد مع غياب حسن النوايا كما شاهدناه نحن الآن على قلقة التساقية وتأخير عودة الحكومة لا تدور على أن هناك أي نوع من حسن النوايا للأطراف التي مفترض أن تنفذ التساقية الرياض. وبالتالي لا نتوقع أن يتم دمج الجيش بهذه السهولة وإذا تم دمج الجيش باعتباطيا مجرد أسماء ومسميات فقط ومناطب وأرقيات فنحن لن نحلل القضية بل عقدناها أكثر شكرا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي كنت معنا عبدالهاتف من برلين. بالعودة إليك سيد باباقي يعني يتحدث الدكتور وكأن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة على الأقل يقول أن هناك الحاجة إلى مزيد من العمل. لكن عندما نتحدث على أن الجانب الأمني هو المهم أن تقول وكيف تسلم مؤسسات الدولة لحماية ليست حماية أخرى. هل ترى أن هذا الجانب إذا ما نفذ بالأطر التي قيل عنها في الملاحق الأمنية والعسكرية على الأقل في بعده إذا ما تركنا مسألة السيادة قليلا الآن في هذه النقطة إذا ما تحدثنا على مسألة أن هذه الأمور ستتم عبر أطر الهيكلة وفقا لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. إلى أي مدى تنفتح نافذة الأمل في سياق اتفاق الكويت أم أنك أعفونا الرياض أم أنك تتفق مع الدكتور في النظر التشاومية هو الدكتور علي يعني وصف الواقع كما هو. المخاوف حقيقة كثيرة جدا لأنه بنود اتفاق الرياض فضفاضة وتجعل الإنسان فعلا يطرح مزيد من الأسئلة وكثير تتوالد يعني هي لأنه كيف سوف يتم تنفيذ هذا الاتفاق وحتى المدة الزمنية التي تم تحديدها بشأن وضع هذه الأسلحة وتجميع الأسلحة ودمج العناصر الأمنية إلى الآن هناك اختلال في هذه المواقيت أيضا لكن على الحكومة الآن فعلا أن تجتهد من أجل أن ينفذ الاتفاق بحذافيره لا تتساهل في قضية عدم التنفيذ والإطار الزمني ربما أيضا الإطار الزمني حتى لو تم الاختلال في تنفيذه ومرعاته لكن على الأقل أن ينفذ الاتفاق بحذافيره من جهة فعلا جمع الأسلحة الثقيلة من جهة إخراج المسلحين من العاصمة عدن إخراج السلاح أيضا الثقيل منها قضية دمجهم إلى وزارة الدفاع عندها يمكن حين تتفعل مؤسسات الدولة وتشكل الحكومة الجديدة المرتقبة يمكن بعد ذلك أن يتم معالجة الاختلالات التي تحدث من قبيل تمويل خارجي لأي عناصر أمنية هنا يكون القضاء عمل والجهات الأمنية عملت وراقبت الداخل والخارج من الأموال ومن الأسلحة فهناك فرصة هي تحتاج فقط إلى أن تكون السعودية فعلا صادقة في تنفيذ هذا الاتفاق وتملك الضغط الكافي على الإمارات من أجل أن تتوقف في تدخلاتها الخارجية يعني أنا ربما أتباين مع رؤية الدكتور علي أن الإمارات لا زالت موجودة لا يبدو أن الإمارات فقدت يعني الثقل السابق الذي كان موجود هناك خلاف التضح وهناك يعني اتفاق الرياض يحاول أن يعالج هذا الخلاف لكن هل ستستطيع السعودية فعلا أن تمارس الضغط على هذه العناصر المسلحة من أجل أن تلتزم بالاتفاق؟ هنا الاختبار على الرياض لأنه إذا تم التساهل مع هذه الميليشيات سوف يفشل هذا الاتفاق وتعود يعني يعود الصراع من جديد يعني يعود الصراع من جديد وكأنه ما جرى كان فقط هدنة والتقاط أنفاس يعني أعود في نقطة الوضع الأمني حاليا بعد أيام بعد حوالي أسبوعين من الاتفاق الرياض إلى سيد وحيد سلام أسألك سيد سلام وهي مسألة مهمة يعني في نهاية المطاف الناس في عدن يحتاجون إلى الأمن للتركيز على القضايا المهمة وأن تتحدث بالمنطق العقلاني مسألة أن السلطة هذه مكتسبة من الشعب وعلى الفرقاء السياسيين أن يهتموا بمصالح الشعب قبل الاهتمام بمصالحهم أو مصالح الدول الراعية مثل هكذا اتفاقات وهو المنطق المعروف في الجمهوريات صحيح لكن الواقع أحيانا يكون لحالات استثنائية تكون بشكل آخر الآن أنا أسألك عن الوضع الآن أمنيا نسمع عن حوادث فيما يتعلق بنهب وبسط لأراضي اشتباكات أمنية بعد أسبوعين من اتفاق الرياض كيف هو الوضع من الناحية الأمنية والعسكرية حدثنا وأنت هناك في عدن الوضع الأمني في عدن يعني خلال الفترة الماضية وحتى الآن متردي جدا كما أسلفت في القول أن الحكومة ما زالت تتلمس طريقها لمواقهة هذه الأوضاع ومعالقتها بسبب أمور كثيرة وصعوبات جزء منها يتعلق بالانتقالي وقزء منها يتعلق بالحكومة الشرعية وفريقها ذاته والتوافق على فريق العمل وعودته جميعا من عدم عودته جميعا أنا الوضع في عدن الوضع الأمني البسط على الأراضي الفوضى التعدي على امتركات الآخرين مستشري ولا توجد هناك محاسبة من الأجهزة المسؤولة لكن هذا واقع هذا واقع ما كان ومستمر حتى الآن ولن نحاسب هذه الحكومة على مدى هذه الأسبوعين ولكن ما أود أن أقوله أن يجب أن يغادر يغادر الفريقين الشركاء العمل اليوم الانتقالي وحكومة الدكتور عبد الملك يجب أن يغادروا مربع الشك إلى مربع الثقة بغير ذلك لن يستطيعوا العمل كفريق طيب المجتمع المدني أنتم في المجتمع المدني في عدن سيد سلام أنتم في المجتمع المدني في عدن ما الذي يمكن عمله في سياق تبديد هذه المخاوف بين الطرفين باعتبار أن من يهمه أمن عدن في النهاية هو أنتم أهل عدن ما الذي يمكن عمله في سياق تعزيز الثقة بين الفرقاء السياسية من قبلكم كمجتمع المدني نعم أنا في رأيي هناك يعني قلق موجود بل أنه يعني إذا كنت دقيقا في وصفه هو يعني تطور من حالة قلق إلى حالة فوبيا هناك فوبيا اسمها المجلس الانتقالي يا إخوة المجلس الانتقالي هذا هو مكون هو ليس القنوب بكله هو مكون سياسي من مكونات السياسية القنوبية غيره المجلسة على الحراك وغيره من المكونات القنوبية التي هي مكونات سياسية بعد الحر في 2015 وبعد تحرير عدن لم يكن هناك لا يوجد وجود الأحد لا حكومة شرعية ولا حكومة دولية لا يوجد غير المقاومة وأهل عدن وأهل القنوب هل؟ هل؟ وكان إذا كان هناك فوبيا الآن أن المجلس الانتقالي يسعى للانفصال أوكي هذه وقهت نظر سياسية وقهت نظره وقهت نظر سياسية طرحها ويدافع عنها ولكن هل نفذها على الأرض يوم أن كانت الدولة غائبة والأرض كلها باستلامه وهو يحمل السلاح لم يكن يوجد أحد لم يقوم المجلس الانتقالي بفصل الشمال عن القنوب المشكلة الآن يجب أن يتم توصيفها بشكل صحيح وشكل دقيق وهنا ستوجد الثقة ما بين طرفي الصراع الانتقالي وحكومة الشرعية القلق هذا الذي تحول إلى فوبيا المجلس الانتقالي ومخططاته ومشاريعه والكلام الكثير الذي يقال هي حالة فوبيا المجلس الانتقالي كان مستلم الأرض والسلاح ولم يفصل الوطن ولم يفصل اليمن لو وقهت نظر حول مسألات مظالم القنوب وحقوق القنوبيين على الحكومة الشرعية أن تصغي على الحكومة الشرعية أن تصغي بشكل قدي وبشكل مؤسسي بمعنى الله تصغي وأن تتعاطف مع ما يضعه المجلس الانتقالي من مظالم القنوبيين فقط لا وأن تشرك هذا المجلس وأن تشرك القيادات القنوبية بكافة مستوياتها العليا والوسطى والدنيا هذا أمر الأمر الآخر لكي تتعزز الثقة بين شركاء العمل اليوم حكومة الشرعية والانتقالي يجب هناك هناك معضلة معضلة أنا في رأيي الشخصي أنها من قادت الطرفين للصراع في أغسطس وهي من قادتهم في الصراع في يناير 2018 المعضلة هذه هي معضلة الفساد الفساد الذي متواقد وضارب أركانه في كل الطرفين هناك فاسدين في المجلس الانتقالي وهناك فاسدين في الحكومة الشرعية هؤلاء هم من يقودوا في اتقاه الصراع والتعطيل والعرقلة ولذلك على رأس على رأس مهام الحكومة اليوم وفريق العمل الشركاء العمل اليوم المجلس الانتقالي القنوبي وحكومة الشرعية على رأس مهامهم هي مكافحة الفساد وعلى وعلى الدول الرائعة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وغيرها من المنظمات الدولية عليها أن تكمل اتفاقية الرياض بمنظومة عقوبات لأي معرقلين أو من يحرفون اتجاه هذا الاتفاق اتفاق الرياض اتفاق واضح يعني اتفاق الرياض إذا تم تطبيقه بمهنية وضحت الفكرة قوات المجلس وضحت الفكرة سيد سلام يعني يجر الاشارة أيضا ابناء اليمان هم قنوبيين فقط نعم يجر الاشارة إلى أنه مفترضا يكون معنا سيد مختر يافعل صحفي عبر الهاتف من عدل لكن نحاول التواصل معه لكن لا يرد على هاتف أعود إليك سيد بابقي يعني فيما يتعلق بما تفضل به السيد سلام هل ترى بالفعل أن هناك هذه الفوبيا موجودة أم أن لها يعني شواهد على الأرض وإلى أي مدى يمكن بالفعل فرض عقوبات على من يعرق لهذا الاتفاق نعم يعني أنت سألتك كيف يمكن مشامع مدني أن يقوم بذر وساطة أو تعزيز ثقة بين الجانبين فاتجه الأستاذ الكريم الأستاذ وحيد إلى قضية أن هناك مشكلة على الانتقار وأنه لا نثق به أو نحو ذلك يعني عليه أن يتذكر أن عيد روست زبيدي كان محافظ عدن وإلى قبيل التمرد في أغسطس شلال شاي هو مدير أمن عدن فالشرعية أعطت المناصب لها لأعضاء في الانتقال وانتظر الناس منهم خدمة للمواطنين وهم الذين فشلوا في تحقيق الخدمات للمدنين يعني حتى قضية الفساد عبد العزيز المفلحي الذي تولى المحافظة بعد عيد روست اشتكى من فساد كبير في محافظة عدن وأن هناك أموال كان يفترض أن تكون في صندوق المحافظة واختفت وانتفت تماما يعني لدرجة أن مبنى المحافظة كان محتلا وحتى هذه اللحظة فنعم نحن نريد أن نفتح صفحة جديدة لكن علينا أن نفتح الصفحة الجديدة ونحن نستذكر الأخطاء السابقة ونعالجها ونضع الحلول لهذه الأخطاء حتى تكتمل الصفحة بالصوابات هناك مشكلة قضية الاختلالات الأمنية في الحقيقة شوف بعد الاتفاق قبيله كانت هناك اختلالات فعلا وهناك يعني أذية لبعض المواطنين محاولة الاتجاه نحو دار الساعد واشتباكات بعد الاتفاق الأمور هدأت وكأن هناك ريموت كنترول هو من يحرك وهذه المشكليات الأمنية وهذا الذي حذر منه يعني هناك فيلم يعني ربما عرض اليوم ويتحدث عن ماذا عملت الأحزن الأمنية في عدن وغير عدن من استهداف للمدنيين والأبرياء فالمشكلة هذه لا بد أن تحل قضية معالجة الخطر الأمني ومعالجة أيضا من يزايد في قضية مكافحة الإرهاب يعني هاني بن بريك الآن وهو أحد الأسماء المعطلة دائما للسلام في عدن الآن يتحدث عن قائد في الحماية الرئاسية بأنه إرهابي ومحاكمة الإرهابي أمجد خالد ونحو ذلك فمثل هذه العبارات التي تخالب بند في اتفاق الرياض وهي قضية عدم الصراع الإعلامي لكن أيضا هو علينا أن لا نتساهل مع العبارات التي تصف موظفي في الدولة بأنهم إرهابيين لابد للقضاء الآن أن يعمل ليحد من ظاهرة إلقاء التهم هكذا مرسلة بدون أدلة ويثير الفتنة ويجعل هناك تحريض على هذه الشخصيات فإذا فعلا استطعنا أن نوقف هذه العناصر المسلحة من أن تتولى مهاما سياسية وأن تبقى فعلا فقط كجهاز أمني داخل الدولة هنا ربما نتحدث عن أن سلاما في عدن سوف يستمر مع ملاحظة أيضا أن الحكومة اليمنية لن تكون شراكة بين الشرعية والانتقال كما سمعت الضيف يكرر فهي شراكة بين كل اليمنيين الانتقال جزء منها إذن جزيلة الشكر لك سيد صلاح ببقي الأهلامي كنت معنا في السوديو اليوم في هذه الحلقة من المساء اليمن كما أوصل الشكر أيضا للسيد وحيد سلام المحامي والناشط الحقوق الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصال في ختام الحلقة تقبل تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري في أمان الله ترجمة نانسي قنقر